في هذا الدرس هنشوف كيف هنستخدم أمر السويب أحد الأمثلة المشهورة اللي انت احتمال تحب تنشأها في ريفت هي الكورنيشة أو البربيت وال هاروح للكمبوننت ماضل اني بلايس هاروح أختار الوالز أوكي أوكي هختار أمر السويب أول خطوة هي انك ترسم المسار الباث أو انك تختار مسار موجود وهذا المسار هو اللي انت هتمشي عليه البروفايل تبعك البروفايل تبع الكورنيشة أنا هنا هختار البيك باث وتأكد اني مأشر على البيك ثويتي أدجيز وهعمل بيك لهذا الخط أو لهذه الحافة وبيك هنا وهنا 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 بعد كده من أمر التريم مرفوض ان انا اتأكد ان النقاط كلها مغلقة وما هي متقاطعة عشان اتأكد ان المسار وهو مسار واحد مغلق لاحظ هنا ان الريفت أضاف خط أخضر متقطع هذا يشير الى الورك بلاين ويوريك وين حيرسم البروفايل عشان كده من البداية حدد وين حابب ترسم عشان ينضاف الورك بلاين بالطريقة اللي انت تحتاجها يعني تخيل نفسك في الفيو وفي هذه الحالة احنا هنرسم اما في السكشن فيوز او في النورث او الساوث الفيوز لان هي الفيوز اللي هتعطيني الرؤية الافضل للورك بلاين هضغط علامة الصح الحين عشان ارسم بروفايل اما ان انا اعمل لود بروفايل وهذا لو انت عندك بروفايل جاهز مثلا رسمته في الاوتوكاد وحسويت له انسرت للريفت وحاول انك تشتغل عليه او انك فتحت ملف فاملي في الريفت ورسمت بروفايل خاص بك وبعد كده تسوي له لود للمشروع انا هنا هختار ادت بروفايل انا هرسم بروفايل من البداية وعشان ارسم على الورك بلاين هنا ممكن اضغط الفيوز هنا او اروح للساوث الافراشن هذه هي الواجهة اللي انا هرسم عليها هروح اختار امر اللاين هسوي نقطة هنا هتحرك خمسين خمسة سنتي انتر هنا مية وهنا خمسين مئة بعد كده مئة مئتين وخمسين ولأعلى مئتين وخمسين بعد كده بعد كده خمسين واخيرا مئة نقطة اغلق الشكل اختار القوس هنا نقطة هنا ونقطة هنا بعد كده ممكن احذف هذه الخطوط نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا هذا هو البروفايل تبعي مجرد ما اضغط على علامة الصح هنا على طول حيمشي على المسار ممكن نشوف شكله ممكن نشوف شكله لو رحنا للليفل 2 ممكن نعمل سكشن هنا وهذا هو البروفايل تبعي